كم ملحب بيتعرض للموجات دي هم تتقد إيه؟ كم جلسات؟ الجلسات المفروض أنهما جلسة إسبوعياً كل جلسة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة لمدة 6 أسابيع وكويس نحو أحبتك سألتني سؤال ده لأن فيه ناس كتير جداً بتقول يا دكتور أنا عايز أخد جلسة موجات تصادمية ففيش الكلام ده هو كرس من العلاج بيتم أخذه على بعضه علشان نقدر أن احنا نلاقي نتيجة نسبة نجاح الموجات تصادمية تقريباً من 60 إلى 70% يعني إيه 60 إلى 70%؟ يعني من كل 100 مريض في 60 مريض ممكن ينجح والنجاح قدامه حاجة من الاتنين يا إما المريض هينجح جداً ويحصل انتصاب كويس يا إما المرضى اللي كانوا بياخدوا منصتات جنسية ممكن ترجع تاني في أسر تجيب معهم نتيجة العلاج الجراحي؟ العلاج الجراحي هو العلاج عن طريق تركيب الدعامات في العضو الزاكري عندنا نوعين من الدعامات الدعامة الشبهة صلبة والدعامة الهايدروليكية طريقة سأل جداً هذه هي بتتنفخ؟ اللي هي بالضبط اللي هي 3 pieces أو 2 pieces أبارة عن مضخة بتبقى موجودة جنب الخسيطين وكونكتد أو متصلها بأجسام من السيليكون بيبقى العضو الزاكري في حالة ارتخاء تام عندما يرغب هذا المريض في عملية الجماع بيضغط على البامب لمدة 3-4 دقايق وبعد كده بيحصل تدفق للسائل جوة العضو الزاكري فيحصل انتصاب وتتم عملية الجماع بشكل ناجح جداً الدعامة الشبهة صلبة دي دعامة أسهل من الدعامة الهايدروليكية بكتير العضو الزاكري بيكون في حالة انتصاب دائم لما بيرغب في الجماع بيفرد العضو الزاكري دي بتزرعوها بالجراحة آه دي بنفتح فتحة صغيرة جداً في أسفل العضو الزاكري تقريباً 3-4 سنطي بيتم فتح الجسم الكهف اليمين والجسم الكهف الشمال وبندخل دعامة في الجسم الكافي ده والجسم الكافي ده طول الدعامة وقطر الدعامة بيتم تحديده جوة غرفة العمليات ودي من الحاجات المهمة جداً بناء على الإياسات اللي احنا بنقسها جوة غرفة العمليات عندنا 3 حاجات مهمة جداً في موضوع الدعامات الإياسات مهمة قوي التعقيم مهم جداً مريض السكر لازم سكره التراكمي يكون ما يزيدش تقريباً عن 8-8-2 من عشر علشان نقدر ان احنا نقول ان هذا المريض نضمن نسبة نجاح كبيرة جداً بالنسبة له تمام لما نركب الدعامة بنوع 8 يام بناخد علاج دوائي علشان الجرح يلتأم وبعد 40 أو 35 يوم من تاريخ إجراء العملية بيستطيع هذا الرجل ان هو بيقوم بعملية الجماعة بشكل نجاحي المفضلة بقى ما بين الهايدروليكي والصلبة والصلبة والشبه صلبة المريض اللي ذو ثقافة عالية وان هو يقدر يتحكم في عملية التعامل مع المضخة احنا بنفضله ان هو يركب الدعامة الهايدروليكية المريض اللي مش عايز يوجع دماغه ومش عايز يتعرض لان هو يفكر كتير في الموضوع احنا بنركبه الدعامة الشبه صلبة نسبة نجاح الدعامة الشبه صلبة انا من وكة نظري وبناء على خبرتي في تركيب النوعين هي اكثر صلاحية او مدة الصلاحية بتاعتها بتكون فترة اطول بكتير من الدعامة الهايدروليكية الدعامة الهايدروليكية فيها كونيكشنز كتير الفشل الميكانيكي وارد الى حد ما اما الدعامة الشبه صلبة او الصلبة يعني نسبة نجاحها من وكة نظري ان هي افضل بكتير شوية هسألك اخر سؤال ان دايما بنسأله هل في علاقة من البروستاتا والحالة الجنسية انا قلت الكلام ده كتير جدا وقلت ان البروستاتا ما زال بيجي لنا على فيسبوك على فكرة ما زال بيجي لكم على فيسبوك وما زالت انا بتسئل نفس السؤال في العيادة المرضى اللي عندهم بروستاتا انا مش عايز اعمل العملية ليه؟ لان هي هتؤثر على قدرة الجنسية البروستاتا لا تؤثر سلبيا على الحالة الجنسية تضخم البروستاتا ملوش علاقة لقدر الله سرطان البروستاتا ملوش علاقة ولو شلنا البروستاتا المتضخمة ملوش علاقة